موسيقى 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 وحر قلباه ممن قلبه شبموا ومن بجسمي وحالي عنده سقموا ما لي أكتم حباً قد فرى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم جيت أنا من الأردن في هذا اليوم الجميل وإن شاء الله تعالى سيكون لقاء ثرياً بجمهوري في تونس هذه ليست الزيارة الأولى إلى تونس إنها الزيارة الثالثة كل مرة أزداد حباً لهذا الشعب المثقف الشعب القارئ الذي يحب أيضاً المثقفين قبل قليل كان عندي لقاء بإذاعة زيتونة تحدث فيها عن المورائيات وعن الغيبيات في الكتابة الروائية وعن تجربتي أيضاً في الكتابة وفي القصة وفي السرد وإن شاء الله تعالى سيكون لدينا توقيع في معرض الكتاب بعد قليل إن شاء الله تعالى في جناح دار الإبداع الفترة موسيقى أنا شايف هنا مجموعة من الروايات العربية الحديثة طبعاً جمهورية كأنه برضو من واحد من الكتب التي قرأتها ألاء الأسواني وإن كان يعلم يقدم يعني نص ثورة بشكل صحيح رضو عاشور بجموعتها رضو عاشور بجموعتها كلها قرأتها من أجمل ما كتبت رضو عاشور طلاثية غرناطة طبعاً الشهيرة بس في فرج يعني بتحكي بروح الطالب الجامعي الذي يقول له في وجه من قاله نعم رضو عاشور واحدة من الكاتبات اللي أنا تعلمت منهم بالحقيقة التفاصيل يوسف زيدان نفس الشيء وأسين الأعرج كاتب الجزائر الشهير صديقي أيضاً وأسين الأعرج أحد أصدقائي بالمناسبة تقيته في مواقع عديدة تقيته في مصر تقيته في الأردن شراكت معه في ندوة في الأردن اكتجبته عظيمة واسين الأعرج وكاتب غزير يعني عنده أكثر ربما من أربعين رواية نزار قباني أعصي المثال هذه الأعمال الشعرية نزار قباني تسع أجزاء صحيح ومات عنها معنى ما فيه بعد الجزء التاسع أكثر الذين تأثرت بهم حفظت أكثر من نص ما كتب نزار قباني أيام السطاعش وسبطاعش وثمنطاعش سنة كنت ختمت كل ما قاله نزار قباني طبعاً إله قصيدة في تونس من عظم مقال لم يقول فيها يا تونس الخضراء جئتك عاشقاً وعلى جبيني وردة وكتاب إن الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوضرت لغنائه الأعشاب يا ساكنات البحر في قرطاجة جف الشذا وتفرق الأصحاب أين اللواتي حبهن عبادة وغيابهن وقربهن عذاب اللابسات قصائدي ومدامعي عاتبتهن فما أفاد عتابه أحببتهن وهن ما أحببني وصدقتهن ووعدهن كذابه أحاسب مرأة على نسيانها وما تستقام مع النساء حسابه دوارد سعيد أصعب كتاب الاستشراك ولكن تأملات في المنفى سرطه الذاتية كاتب طبعاً لا يشق له غبار استطاعاً له كلام في اللغة العربية وحب اللغة العربية وعلمة اللغة العربية وسحر اللغة العربية في دقيقتين لو أردت أن تشرح ما قاله في دقيقتين دوارد سعيد عن اللغة العربية فإنك تحتاج إلى أربعمائة صفحة الأقلية هذا ديوان المتنبي طبعاً هذا ديوان بدون شرح طبعاً أنا أقوم بشرح المتنبي حتى الآن صرت شرحه في عشر أجزاء تقريباً ومستمر في ذلك بس المتنبي كيف المتنبي عندنا يعادل شكسبير في أمة الإنجليزة وفي أمة الغربية أهلاً سعيد يا سيد الفاضل بلقائك وبيت تطوفي هذه المكتبة بالحديث عن كتبها نتمنى لك أن تبسدنة الثقافة بالمناسبة نحييكم ونستر بكم موسيقى زادك الله بنوراً بارك الله فيك ما شاء الله عنها يعني أنا لسة ما دخلتش المعرض ديوان السلام عليكم كيف الحال؟ مرحباً إياكم الله أهلاً 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 أول دخول المعرض ما شاء الله موسيقى موسيقى أنه يرجع إلى القراءة والكتاب الورقي أن تقدم لهم النموذج أن تكون أنت قارئاً أن تنشئ في بيتك مكتبة أن تثيب على القراءة بمعنى طفلك مثل ما تثيبه على عمل جيد مثلاً شيئاً من الحلوة أثيبه على قراءة الكتاب شيئاً من النقود أو الحلوة وأن تناقشه فيما يقرأ بمعنى تشجع على ذلك قالوا هجرت إليه الغيثة قلت لهم إلى غيوث يديه والشأبيبي إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوب يعني يكشف اللغة العربية جميلة فيها حروب جميلة أحلى من أي لغة أخرى تدخل اللغة الفرنسية أنتم عندكم تدخل اللغة الفرنسية نحن عندنا في الشام أنا من الشام من الأردن تدخل عندنا اللغة الإنجليزية بلاد الشام مقصودة كلها تدخل اللغة الإنجليزية ما فيه مثل اللغة العربية لغة القرآن يا مشمس أيام الله بضحكة عينيك ترنم من لغة القرآن فروحي عربية كلكم تمام؟ ابتسامة أمشي ابتسامة وين كلكم موجودين؟ أوه جميلة يلا يعطيكم الآن جميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في نهاية حفل التوقيع أنا السعيد جداً بالجمهوري في تونس سعيد جداً ملأ قلبي ورداً ومحبةً استمر التوقيع تقريباً أو هوات أكثر من ثلاث ساعات وأنا أوقع بشكل متواصل غمروني بالمحبة غمروني بالكلمات الطيبة قراء من كل مكان في تونس جاءوا اليوم ليشهدوا حفل التوقيع هذا أعظم مكافأة يمكن أن تقدم في الحقيقة إلى الكاتب هي هذا الامتداد من جمهوره القارئ الكريم جداً سعيد لا أستطيع أن أعبر أكثر من ذلك نلقاكم دائماً على الخير والمحبة شكراً جمهور تونس شكراً تونس الشقيقة شكراً لكل من جاء وتعب وانتظر في الطابور أكثر من ثلاث ساعات حتى يحصل على ما يسمى توقيع إن شاء الله تعالى كل رمز للمحبة والمودة والعلاقة القوية والعظيمة بين القارئ والكاتب يلا بسم الله